تصريحات الخارجية الروسية تأتي تعليقا على تلك الانباء التي تؤكد امكانية تسليم واشنطن الجيش الاوكراني لدبابات ابرامز الخارجية الروسية وصفت الامر بمثابة استمرار ما يصف لكريملن الحرب الهجينة المعلنة من القواء الغربية على روسيا مؤكدة بان ما يسمى الخطوط الحمراء اصبح من الماضي ولا توجد مناقشات في الوقت الراهن بين روسيا والعالم الغربي حول هذه الخطوط الحمراء التي يبدو بحسب تصريحات الروسية الاخيرة بانها متعلقة بتزويد الجيش الاوكراني بالاسلحة الحديثة خاصة منها تلك الهجومية التي تصنفها موسكو بانها يمكن ان تشكل خطرا على الامن القومي الروسي سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الامريكية ناطوليا انتونوفي انتقد التصريحات الامريكية المعنية بامكانية استلام الجيش الاوكراني لدبابات ابرامز سفير روسيا قال بان هذه التصريحات الامريكية تعد استفزازا صارخا بحسب وصفه وبانه لا داعي ان تجد الولايات المتحدة الامريكية لاعذار وتصف هذه الاسلحة انها اسلحة دفاعية متوعدا بان الجيش الروسي سيقوم بتدمير كل الاسلحة والمعدات الغربية سواء وصلت من الولايات المتحدة الامريكية او من الدول الاوروبية التي وصفها السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الامريكية بانها باتت تفتقد للسيادة وبانها تتلقى الاوامر من الولايات المتحدة الامريكية روسيا تتعامل مع ملف تزويد الجيش الاوكراني بالاسلحة الحديثة خاصة ما تعلق بالدبابات الالمانية والامريكية بصورتين صورة سياسية تتمثل بان هذه الخطوة ستزيد من حدة التوتر بين موسكو وبرلين وبين موسكو وواشنطن وبان الجانب الروسي سيقوم بالمزيد من الاجراءات للحفاظ على المصالح الروسية عسكريا يؤكد الجيش الروسي بانه يمتلك كل المقاومات والقدرات العسكرية لاستمرار العملية العسكرية الخاصة في اوكراني هذا ما رصدناه في اخرى تصريحات التي صدرت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اكد بان الجيش الروسي يمتلك الكثير من المعدات العسكرية والتقنية خاصة ما تعلق بانظمة السواريخ وانظمة الدفاع الجوي مؤكدا بان الصناعة العسكرية في روسيا خاصة ما تعلق بانظمة الدفاع الجوي تصنع اكثر بكثير من الجانب الامريكي ومن حلف الشمال الاطلسي نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري ميدفيدف هو الاخر اكد بان الجيش الروسي لا يعيش اشكالية او مشكلة في الذخائر بالعكس تماما هناك فائض في الذخائر خاصة ما تعلق بالسواريخ وما تعلق ايضا بالدبابات التي يستعملها الجيش الروسي في مواصلة العملية العسكرية الخاصة اشتركوا في القناة